اقتحام كبير للمسجد الأقصى في غضون أيام تحت عنوان ذكرى خراب الهيكل ننتقل متابعين الكرام إلى الحديث عن المجندات والخدمة في مصلحة السجون والحديث عن الابتزاز الجنسي نعود للحديث عن التطبيع العربي مع الكيان ألفي عامل من الأردنيين إلى إيلات للعمل في الخدمات الفندقية ثم نتحدث عن قائد شرطة الاحتلال الذي سيزور المغرب ثم ننتقل متابعين الكرام عن الوساطة المتعلقة بحقول الغاز والمرتبطة بالخدمة بين كوسين المتعلقة بتقاسم المياه الإقليمية نعود للحديث بالتفاصيل متابعين الكرام ونبدأ بالاقتحام الكبير للمسجد الأقصى دعت جماعات إسرائيلية وأعضاء كنيسة 16 عضوا من الكنيسة الإسرائيلية لأكبر اقتحام للمسجد الأقصى يوم الأحد القادم تحت عنوان خراب الهيكل معنى ذلك توقعات إسرائيلية بأن آلاف المستوطنين سيتوجهون لاقتحام المسجد الأقصى تحت عنوان خراب الهيكل الحديث عن خراب الهيكل متابعين الكرام يأتي في سياق الاستعراض الاحتلال الإسرائيلي حاول أن يقول بأن المسجد الأقصى مدينة القدس البلدة القديمة هي في قبضة الاحتلال الإسرائيلي وأن المشهد الذي يراد تصديره آلاف للمستوطنين يدخلون المسجد الأقصى عضو كنيسة إسرائيل وكذا نقلت القناة الثالثة عشر الإسرائيلية يطالب حكومة الاحتلال بتسيير ما يعرف الآلاف الدخول بمقطع واحد إلى داخل ساحات المسجد الأقصى تسهيل الدخول منع الفلسطينيين من الاحتجاج ثم الحديث عن غرفة عملية إدارة الشرطة للحدث الكبير كما وصفت الصحافة الإسرائيلية للاقتحام للمسجد الأقصى هذا يذكرون أيضا بمعارضة في داخل أروقة الحكم الإسرائيلي الذي قال بأن الشكل الصاخب للاقتحامات قد يولد نوعا من القلاقل التي لا نحتاجها في هذه المرحلة لكن الاحتلال بكل التفاصيل يتحدث عن اقتحام متوقع كبير للمسجد الأقصى يوم الأحد القادم ننتقل متابعين الكرام على سيرة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية عن زيارة قائد الشرطة شرطة الاحتلال الذي سيقوم بتعزيز عملية الاقتحام للمسجد الأقصى سيزور المغرب سيكون في المغرب خلال الأيام القادمة للحديث عن تجربة شرطة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وينقلها إلى المغرب الذي يحاول أن يأخذ التجربة الإسرائيلية في تفاصيل مختلفة كان قبل أيام في القضاء والعدل وتحدثنا عن خطورة ذلك وكان حديث عن الاقتصاد وشراء الأسلحة وانظومات التجسس وغيرها المرة شرطة الاحتلال ما الذي تفعل في المغرب المسؤول شرطة المغرب سيلتقي قائد شرطة الاحتلال سيتحدثون عن كيفية قيام شرطة الاحتلال بمكافحة الشغل وسيتحدثون عن آليات الاستخباراتية التي لا تقوم بها شرطة الاحتلال وسيتحدثون عن تجربة شرطة الاحتلال في قمع التظاهرات والتجمعات الكبير ما الذي سيستفيد المغرب؟ سيحدثونهم بالتفاصيل المتعلقة كيف تتم عملية قمع الفلسطينيين سيأتون بنموذج احتحام المسجد الأقصى على سبيل المثال وسيكون هنا للشرطي المغربي هكذا يقتحم المسجد هكذا يفض التظاهر سيتحدثون كيف يتم اقتحام بيوت الفلسطينيين ليلا كيف تتم آلية الاقتحام وما هي أجززة القمع المشاركة في عملية الاقتحام وكيف يمر الاقتحام بين قصين سيتعلم المغربي أنا أشير هنا إلى منظومة المغرب الأمنية كيف يكون عملية القمع للشعوب المناهضة للاحتلال المغرب من الواضح أنه يذب بعيدا في عملية التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي أخذ عدالة القضاء الإسرائيلي تخيلوا هذا القضاء الذي يمارس عملية تمرير القتل وكيفية القتل والهدم والقصف وغيرها ويأخذ الآن تجربة الشرطة التي تقوم بعملية الاقتحام والقتل ويأخذ أيضا منها تجارب تتعلق بالواقع الذي يعيش الوطن العربي المرة انتدادا من البحرين للإمارات وصولا إلى دول مختلفة تقوم بالتطبيع مع الاحتلال المغرب لحاله في هذه القضية الأردني المرة يدخل ألفين عامل أردني مواطن من أهلنا في الأردن الكبير ويدخلون إلى إيلات للعمل في الخدمات المتعلقة بالفندقة بمعنى العامل العربي أو الموظف العربي سيدخل للأسف إلى فنادق الكيان بيكنس بيجلي هذه الخدمات المقدمة بالمناسبة سيكون بعملية غسل الأواني وسيكون بالغسيل والتنظيف بمعنى بشغله المواطن العربي في دولة ذات سيادة في الأعمال المهينة كتبت يا دعوة أحرانوت حول الخدمات المواطن العربي يصبح لدى الاحتلال في ظل التطبيع العربي خدام بين قسين عند الاحتلال الإسرائيلي يصبح بلمز بالته لدى الاحتلال الإسرائيلي ويدخل ألفين عامل من أهلنا في الأردن الكريمة تحت عنوان التبادل الاقتصادي عامل أردني وسيادة إسرائيلية في إيلات على حدود المناطق الجنوبية هذه المنطقة التي تعد منطقة استثمار عالية إسرائيلية يبحثون عن يد عاملة رخيصة كما يطلق عليه أو أطلقت عليه صحيفة هارتس الاقتصادية مبروك الاحتلال يأخذ استباحة العواصب ونحن نعطي ناس من وطننا من أهلنا من عزوتنا ايكنسو أرد نتقل متابعين الكرام لحديث عن مسيرة هذه المسيرة ستخرج من كفار سابة من وسط الكيان إلى منطقة حدود قطع غزة عائلة الضابط الإسرائيلي هادار جولدن الموجود بيد المقاومة الفلسطينية تخرج في مسيرة امتعاض لإعادة هادار جولدن للبلاد العائلة قالت بأننا سنتوجه إلى حدود قطع غزة شقيقة هادار جولدن قالت سأذهب إلى قطع غزة لإحضار أخي الحكومة الإسرائيلية عليها أن تحتمل أو عليها أن تتحمل المسؤولية في إعادة شقيقي هي تقول وتطالب بإبرامي ما يعرف صفقة مع المقاومة الفلسطينية أو الضغط على المقاومة الفلسطينية لإطلاق صراحي هادار هذه المسيرة هي الأبرز يعناوين تحرك العائلة بمعنى ميزة أهالي الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية بليدين بين قوسين لم يتحركوا تحركا حقيا للإفراج عن أبنائهم هذا التحرك هو الضاغط مماثلة لعائلة شليت التي اعتصمت أمام منزل نتنياهو التي طالبت والتي سرعت عملية تبادل مع المقاومة الفلسطينية إذا بدأت العائلات بالتحرك يمكن أن يبدأ عملية حديد جدي للإفراج عن الأسرى بيد المقاومة الفلسطينية ننتقل متابعين الكرام إلى خبر آخر لتعلق بمصلحة السجون الإسرائيلية بني جانتس كان قد نظر وقال يبدو أننا سنكون أمام إدخال جنود لمصلحة السجون الإسرائيلية بعد فضيحة استخدام المجندات الإسرائيلية في مصلحة السجون للابتزاز الجنسي وتعرضها لذلك واستخدام ما يعرف قيادة السجون بعض المجندات في أغراض أسميت بأنها تشابه عملية الاغتصاب الانحرافية التي تقوم بها مصلحة السجون أو ما تعلق أيضا بمنظومة الشباك لأن هذا القطاع هو مسؤول عنه الشباك الإسرائيلي الذي يستخدم الجنس لإسقاط فلسطينيين بمعنى يقوم بربط الفلسطينيين بمجندة إسرائيلية أو بمجندة في الشباك الإسرائيلي لإلتقاط صور حميمية مع الفلسطينيين من أجل الابتزاز والارتباط هذه الحادثة التي قيل عنها أنها استخدمت في مصلحة السجون الإسرائيلية يدور التحقيق عنها وهناك غضب كبير بأن مجندة أجبرت على ممارسة نوع من الابتزاز تحت وطأة التهديد من قبل مشغيلها هذا الموضوع متابعين الكرام يأخذنا إلى تساؤل ما هي أدوات الشباك الممارسة في الوصول إلى المعلومات أو إسقاط أو ربط شبان فلسطينيين وكذلك مرتبط بعمل المساد الإسرائيلي الذي يكون بذات التوجهات في ربط العملاء وتجنيدهم عبر المال والجنس والفضيحة واستخدام الممسكة الممسكة ونقطة الضعف هذا موضوع كبير كانت الصحافة الإسرائيلية قد أشارت إليه ببعض من محظور النشر حول هذه القضايا ننتقل متابعين كرام ما الذي يجري على حدود قطاع غزة ما بعد اعتقال الشيخ السعدي ما زال استنفار أمني كبير لدى الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة هذا الاستنفار تحسبا لرد المقاومة الفلسطينية على اعتقال الشيخ السعدي وإمكانية إطلاق ما يعرب بأسلحة موجهة المستوطنون يعيشون تحت إجراءات أمنية مشددة بمنع التحرك والانتقال والوصول إلى حدود أو تخوم قطاع غزة كانت أيضا متابعين الكرام قد أشارت أو أشارت وزارة حرب الاحتلال الإسرائيلي بأن الإجراءات وإن تم تخفيفها لكن تنظر قيادة الجيش الإسرائيلي بخطورة الأوضاع في ظل إنذارات حقيقية لإمكانية قيام المقاومة الفلسطينية برد على عملية الاعتقال وسلسلة الاغتيال في مخيم جنين هل يمكن أن نكون أمام بوابة حرب تندلع مع منطقة الجنوب القطريون والمصريون ووسطاء من دول أوروبية تحدثوا مع قطاع غزة ومع الكيان والولايات المتحدة تناقش بأن الأوضاع في المنطقة ليست بخير أجلوا حرب أو اكبحوا جماحها على الأقل هذا كذا يتحدث الوسطاء حتى الساعة لا كلمة من قطاع غزة بأن الدبابات الإسرائيلية والتنقل متاح حتى الساعة ننتقل متابعين الكرام إلى الخبر الأخير من لبنان وصل أما مسؤول أمريكي إلى الكيان تحت عنوان تسوية النزاعات في الحدود المائية وما تعلق باستخراج الغاز ما بين لبنان وإسرائيل الحديث متابعين الكرام عن تسوية معالمها اقتسام وتحديد الحدود البينية ما بين لبنان والكيان ويحق بذلك للبنان استخراج الغاز من الجهة الخاصة بها وكذلك للكيان ثم بناء ما يعرف بمنصات استخراج آمينة للدول بين قسين أو للمنطقة التي يستخرج منها اللبناني والإسرائيلي هذه التسوية حتى الساعة على ما يبدو نزعت فتيلة تهديدات التي كانت تنطلق من لبنان بإمكانية مشاركة حزب الله بمنع الإسرائيليين من استخراج الغاز الاحتلال الإسرائيلي وعبر أعضاء المعارضة الإسرائيلية قالوا بأننا نقدم تنازلا حقيقيا تحت وطأة التهديد من حزب الله وقالوا بأن إسرائيل تفقد الردع وتفقد مسؤوليتها عن المياه الإقليمية إلا بإذن لبنان الحديث الإسرائيلي عن الارتباك في مشعل الغاز ما زال يسيطر على الصحافة لكن أيضا الفلكيان يعتبرون الأبار التي يمكن أن تفتح ستفتح أموالا طائلة في دعم الخزينة الإسرائيلية كنا وإياكم متابعين الكرام نتحدث ما بين أسرى المقاومة وابتساز السجون والحديث عن تصعيد المحتمل على أن نلتقيكم غدا إن شاء الله في أهم العناوين التي تتناولها الصحافة الإسرائيلية وإلى لقاء